كمحافظة تابعة لإيران يتعامل حكام المنطقة الخضراء مع العراق فهم يصرون على أن يضعوا بلاد الرافدين بنفس مركب إيران الموشك على الغرق هذا ليس في السياسة فقط والناحية الاقتصادية بل حتى في عالم الأوبئة فبعد أن دخل العراق في نادي كورونا من الباب الإيراني تفشى فيه الفيروس أو كاد والحكومة تتصرف وكأن شيئا لم يكن إجراءات شكلية بالنسبة لطرق الوقاية وإعلان كلامي عن إغلاق الحدود مع إيران وهذا بخلاف واقع تفضحه أخبار الناشطين والعملين في المنافذ الحدودية حيث يؤكد هؤلاء أن دخول الإيرانيين إلى العراق مستمر لا سيما إلى المراقد الدينية ولوحظ عدد منهم في كربلاء شواهد لا تثير الاستغراب بقدر ما تثير الامتعاض من وقوع العراق في شرك منظومة لا تبالي بأدنى متطلبات الحفاظ على حياة العراقيين من وباء جعل العالم يقف على قدم واحدة مستنفرا أقصى درجات العمل الدؤوب دون جدوى حتى الآن نتائج الإهمال الحكومي وسياسة التماهي مع إيران تظهر جلية على شكل زيادات يومية بأعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا بحسب الأرقام المعلنة التي تعد رقما ضئيلا بالنسبة للأعداد الحقيقية يعزز هذه النظرية ضعف الإجراءات الطبية وعدم جاهزية القطاع الصحي لفحص جميع الحالات واستعاب الأعداد المشتبه بها وباء كورونا وضع العراق على محكي الاختبار الحقيقي وعاد إلى الأذهان بمرارة الحسرة المثل القائل خبئ قرشك الأبيض ليومك الأسود والمسؤولون لم يتركوا درهما ولا دينارا لأيام العراق السوداء فكم مرة يجب أن يزال هذا النظام الفاسد حتى تشتفي صدور العراقيين وتلتئم جراحهم الملتهبة